مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج تراندن على شاشة شروق نيوز أين سنتحدث عن جديد سوشيال ميديا نعرف أن التظاهرات والفعاليات في الجامعة تتم حسب بروتوكول يبدأ بالنشد الوطني وينتهي بالتكريمات وغالبا ما تكون التكريمات للجالسين في الصف الأول من ضيوف وأساتذة لكن هذه المرة من جامعة غردايا خرج الطلبة عن المعتاد كسروا النمطية ولوا وجوههم صوب نسوة مغيب وجودهن رغم الدور المحوري الذي يلعبنه في كل المؤسسات عاملات النظافة هذه المرة كان لهن حظ من التكريمات لكن إحدهن وهذه هي دأبت على العمل لتعيل أسرتها حتى أوصلت ابنها إلى مقاعد الجامعة هنا فأثر الإبن أن يكرم أمه رافعا رأسه ورأسها افتخارا بها وبمهنتها لنشاهد الفيديو معه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فنقرأ بعضها يقول قبوس أبو مازن الله بارك عمل جبار أما حمزة وليد فيقول مبادرة حسنة مع ضرورة تجسيدها في أرض الواقع إذن في سوريا وتركيا برنامج تفاصيل الذي يبث على قناة أورينت هذا هو البرنامج طرح الصحفي السوري أحمد ريحاوي على ضيفه التركي أكتا يلمان سؤال عن تعامل الجندارم التركي القاسي مع السوريين هناك السؤال جاء على خلفية ارتكاب عناصر الجندارم ثلاثة جرائم قتل موثقة في حق السوريين هناك على الحدود وأيضا شهادات لتعذيب ستة آخرين الضيف وقف من مكانه وانتزع من يد المذيع أوراقه بل مزاقها أيضا فكان تصرف العنف هذا مصاحبا لتصرف العنصرية في جوابه فهل تسكت السلطات؟ طبعا لا كما نشاهد هنا فالسلطات التركية أوقفت مدير القناة مقانة أورينت ومقدم البرنامج برنامج تفاصيل بعد شكوى تقدم بها الضيف لنقرأ التعليقات على خلفية الحدث فيقول محمد سامي موقفنا صعب كثيرا ويبدو أنه سوري موقفنا صعب كثير المذيع يملك أعصاب أقوى من الحديد ما شاء الله عليك ينصر دينك أما حجازي فيقول إعلامي فعلا متمكن ويعرف يتصرف ورغم تصرف الضيف السيئة لم يقدر على استفزازه وناقشه بكل أدم واحترام أما فريد فريد قال الضيف ثقيل ظل بشكل غريب ومقدم البرنامج مهذب جدا الشخصية الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتي هذا شخص يبلغ من العمر سبعين عاما يمارس الرياضة يركب الأحصنة ويقود الطائرات والأهم أنه يقود دولة مثل روسيا هنا نشاهده يجلس في قمرة القيادة المروحية من الجيل الجديد أحدث نموذج من الفئة الثقيلة للمروحيات يضع بوتين كما نرى السماعات على رأسه ويمسك المقودة في يده أو جهاز التحكم في طائرة الهيليكوبتر لم يكن يحلق في السماء رغم المشاهد التي رأيتها هنا من النافذة إلا أن هذا جهاز محاكاة للطيارة ولكن يستلزم جميع المهارات اللازمة للتحليق وإلا فلن تقلع الطائرة ولو افتراضيا ولو بقيت على الأرض وأذاعت لك أنها تقلع الأمر هنا لا يشبه ألعاب الفيديو يعني لنقرأ التعليقات مصعد يقول يعني يلعب أتهري يسلم عليك بايدن وبيقول لك شبعنا من التهديدات الفاضية أما جواد قال رجل مريض يحلم بدكتاتورية ستالين ولينين أي أنه يحلم بالقيصرية الجديدة أما نرجس في تعليقها فقالت بايدن سقط من دراجة هوائية إلى هنا نصل مشاهدنا إلى ختم عدد اليوم من برنامج تريندين على شاشة الشروق نيوز ندعوكم إلى التفاعل معنا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، تيك توك، تويتر وغيرها إلى ذلك شكرا جزيلا على المتابعة دمتم بخير السلام عليكم